فضيلة الإمام الأكبر الأسادة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلسي حكماء المسلمين تحدثنا في الحلقتين السابقتين عن اسم الله تعالى الكبير ولكن لازالت هناك اشتقاقات من هذا الاسم تحتاج لوقفة مثل أكبر ومتكبر وله الكبرياء نبدأ باسم الله تعالى أكبر ماذا يعني وما الفرق بينه وبين الكبير؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أسم أكبر طبعا كما علمنا هو من أسماء الله تعالى الحسنى ويعني ورد دائما مقترنا بي الله أكبر لكن إذا ذهبنا نتساءل عن معناه ما هو معنى أكبر؟ وهل هو غير كبير؟ ولا هو يعني في معناه يساوي كبير فقط الحقيقة ها هنا مدرستان وسبب اختلاف المدرستين مسألة لغوية دعب الدمان فهمها أولا وهي مسألة بسيطة جدا يعني وإن شاء الله نغرب لها الأمثلة للتوضيح ويتضح المعنى هم قالوا أكبر هذا الفريق قالوا أكبر بمعنى كبير الآخرين قالوا أكبر معناها أعظم من كل عظيم وده معناه يخالف معناه الكبير يعني معنى غير يغيره يغيره فذهبنا أو يعني سألنا الفريق الأول لما لم تقل مثل الفريق الثاني أن فعلا أكبر أصلا بلد من مدام عندك اسمين لازم أحدهما يكون يعني يدل دلالة مختلفة عنه وإلا لما صحت الاثنينية يعني لو كانت الاثنين دول بمعنى واحد كأننا أمام لفظ المشترك لفظ المشترك مع أنه لم يقل أحد أن أكبر وكبير لفظ المشترك طيب لماذا منعتم أن يكون للفظ أكبر معنى مختلف أو زائد أو كذا على معنى كبير حتى يمكن التفرق بينهما وحتى يمكن عد هذا اسم وهذا اسم آخر لهم مشكلة لغوية المشكلة اللغوية في حاجة اسمها أفعل التفضيل في اللغة العربية وده سهل يعني أفعل التفضيل دي صيغة من الصيغ التي لو جاء يعني اللفظ عليها فهو يدل على أن أمرين أو شخصين أو شيئين اشترك في شيء ثم زاد أحده مع الآخر المثال الذي يوضح ذلك المثال مثلاً لو قلت مثلاً محمد أعلم من محمود فالصيف المشكلة هنا في أعلم دي اللي بيسموها أفعل التفضيل يعني تيجي الأعلم دي على صيغة أفعل علشان تفاضل بين أثنين وتقول أحدهما أكبر من الآخر أو أفضل من الآخر يعني الأثنين لديهما علم لكن أحدهما يفوق الآخر فعشان كده قالوا الصيغة دي فيها صيغة تفضيل ضرف على ضرف تميزوا عنه تميز هو التفضيل طبعاً يعني يعني دائماً يكون أفضل درجة أعلى درجة أعلى درجة أعلى فالحين فالدرجة الأعلى في أي شيء أفضل من الدرجة الأقل طبع فاللغة العربية فيها هذا يعني نستطيع أن نقول في هذا البناء اللغوي الذي هذه الدقة طبعاً دقة لضيئة كبيرة دقة عجيبة فقالوا والله إحنا إذا فهمنا أو إذا قلت لنا غيروا بين أكبر وكبير وأكبر جتنا على صفة أفعل التفضيل فدى معناها أن الله سبحانه وتعالى كبير وأكبر مشتركين في صفة لصفة الكبرياء وأكبر بتقول أن الله أفضل من كبير أن الله باسمه أكبر أفضل من الله باسمه كبير والله المسأل لكن هذا في مقام التعليم يجوز يقولون أن لو قلنا أن الله أكبر دي محكومة بأفعل التفضيل فمعناها أن الله سبحانه وتعالى بوصفه أكبر هو أفضل من وصفه كبير من أفضل منه بوصفه كبير كأن الله سبحانه وتعالى له وصفان له وصفان ولا يمكن التغير في صفة واحدة بالأتم والأقل ده لا يمكن ده معناه أنه فيه تغير فيه صفة أولا فيه تغير فيه استكمال كان ناقصا ثم استكمل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى منزه منزه عن كل هذه النقاس فمن أجل ذلك عشان يخرجوا من هذا هذا الإشكال قالوا إن أكبر بمعنى كبير هذا المذهب مردود عليه حقيقة والمشكلة اللي أوقعهم أوقعهم لأنهم طبعا يعتمدوا على قوانين اللغة فهم فهموا من أفعل التفضيل أنه دائما مضطرد في الدلالة على أن أحد الطرفين أفضل من الآخر